السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوين حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل القناة التعليمية شمع الأساس يترى هل يوجد إطار أساس من البلاستيك موضوع مهم يتطرق إليه الدكتور علي البراقي حول الإطار البلاستيك إيجابيات وسلبيات الإطار البلاستيك وأيهما أفضل شمع الأساس المعروف أم الإطار البلاستيك دقائق معدودة نستمع وإياكم إلى هذا الموضوع مع الدكتور علي البراقي تكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة النحالون الأعزاء في أنحاء الوطن العربي يتساءل الأخ النحال دوما عن موضوع استخدام الأساس الأساس البلاستيكي بدلاً عن الأساس الشمعي الخالص من شمع النحل معلوم أن الشمع أحياناً عندما يكون قد تخدم فيه الأساسات الشمعية هناك بعض الغش الذي يحصل فيه وقد يضاف إليه نسبة شمع برافين كبيرة إلى حد ما ولا يكون خالصاً من شمع النحل المئة بالمئة عندما يكون خالصاً من شمع النحل المئة بالمئة يقوم النحل ببناءه بشكل سريع ويقبل عليه ويحبه بشكل ممتاز أما إذا كان هناك شوائب إضافات من شمع البرافين أنواع هذه الشموة فتصبح فيها مواد طاردة إلى حد ما ولا يقبل النحل على بناء على بناء الأساسات الشمعية التي هي بالأصل شمع يعني لكن تكون الشمع المأشوش هذا ما أحببت أن أنبه الأخ النحل أحياناً يتساءل بعض النحالين أنه لماذا نضع شمع الأساس ولا يبنيه النحل لذلك يجب على النحال أن يبحث عن الأشخاص الذين يقومون بطباعة شمع الأساس الذين يعني يكونون نزيهين ويتعاملون بشكل صحيح وسليم مع طباعة شمع النحل قبل أن نتكلم عن الأساسات البلاستيكية شمع النحل ثروة مهمة جداً وشمع النحل مرتفع السعر بشكل كبير ومثلاً عندنا هنا في القوالب شمع النحل تقريباً بحدود تقريباً 25 دولار أمريكي الكيلو جرام كيلو جرام الشمع في القوالب تقريباً تقريباً هكذا وشمع النحل الخالص مئة بالمئة عندما يصنع أساسات شمعية هنا في كندا يباع تقريباً الصفحة الواحدة أو القرص الواحد بحدود أربعة دولار أمريكي وهذا يعاد مرتفع ثمن جداً جداً مقارنة بالبلاستيك الذي يعادل تقريباً واحد دولار فأنت تقريباً توفر بشكل كبير جداً النحل الهاوي قد لا يهتم لهذا الأمر لكن النحل المحترف الذي لديه مئات أو آلاف الخلايا فهذا يفرق معه بشكل كبير جداً في حين استخدام الأساس البلاستيكي ولكن طبعاً هذا الأساس البلاستيكي له مواصفات سنتعرض إليها بعد قليل فإذن من ناحية من الناحية الاقتصادية النحل يفضل أن يذهب إلى الأساس البلاستيكي لأنه يصرف بقيمة ربع المصروف على شمع الأساس لكن إذا كان النحل هو منتج جيد للشمع ويقوم بتصفته ومتابعته وعملوا قوالب نظيفة وطبعاً النحالون المتمرسون يقومون بهذا بشكل جيد ولا يرمون الشمع كنا قبل عشرات السنين في جولة في بعض البلدان المشرق العربي وكنا نرى كيف يرمون الشمع في المناح لا يستخدمونها لكن الحمد لله هذه قد تطورت هذه الفكرة وعرف قيمة الشمع بشكل ممتاز لماذا الشمع مرتفع الثمن شمع النحل بشكل أساسي مرتفع الثمن شمع النحل مطلوب في التركيبات الدوائية مطلوب في التركيبات الصيدلانية في المراهم كثير من المراهم فهو موجود إذن وهو مطلوب وعندما تكون هذه المراهم تعمل بشمع النحل بالنسبة الثلاثين أو أربعين بالمئة أحيانا من أنواع الشمع الأخرى التي تخلط في هذه المراهم فهذا يرفع سعر هذه المراهم بشكل كبير وطبعا يؤدي نتائج حسنة في الدواء أو التجميل أو غير هذا فإذن هنا الجانب المنافس هو استخدامه في الصيدلة بشكل كبير جدا وهذا منافس للنحالين بحيث أن النحال يفكر في أن يبيع هذا الشمع بهذا السعر المرتفع عموما في هذه البلدان أو أن يستخدم شمع الأساس البلاستيكي أنا شخصيا مع استخدام شمع الأساس بشكل عام استخدام شمع ليس لأن شمع البلاستيكي سيء إلى درجة كما يظن بعض الإخوة لأن الشمع البلاستيكي مصنع من بلاستيك غذائي وهذا البلاستيك مختص تمام لا يؤثر لنقول ليس أنه لا يؤثر أبدا في العسل تركيب العسل ويؤثر على النحل لا إنما يؤثر بشكل قليل جدا في العسل وتركيب العسل الأفضل أن يكون العسل محفوظ في أقراص ومخزن في أقراص شمع أساس في الخلية من شمع النحل بدلا من البلاستيك لكن من الناحية الاقتصادية الذين يديرون هذه الملاحل فهم قصدهم الربع وتقليل النفقات بشكل أساسي والإداريون الناجحون طبعا ينجحون في هذه الأمور فيبيعون الشمع أحيانا أو يستخدمون نصف الخلايا فيها شمع وخاصة الخلايا في بيوت التربية الأفضل أن تكون من شمع النحل وفي العسلات يمكن أن توجد أقراص أساس بلاستيكي يبنيها النحل بالشكل الجيد لكن هل النحل يقبل على أقراص بلاستيكية ليست مطلية بشمع النحل طبعا لا ويتجنبها تماما لأنها رائحة منافرة للنحل إلى حد ما ليست قوية جدا منافرة بشكل دائم لكن إذا طليت فهي هذه الرائحة يعني ضعيفة جدا رائحة الشمع وهي مدروسة طبعا وهو بلاستيك غذائي ليس سيئا طيب هذه الأساس الأساس البلاستيكي متوافر بثلاثة ألوان الأسود والأبيض والأصفر أنا دائما كنت أتجنب إن كان في أمريكا ولا كان في كندا أتجنب دائما استخدام البلاستيك الأسود أساس الشمع البلاستيكي الأسود لأني جربت بأنه منفر إلى حد ما ولا يكون من مواد صافية تماما بلاستيكية مثل الأبيض أو الأصفر فتخب الأبيض أو الأصفر في منحلك فهو جيد الشيء الثاني إذا كانت عموما الشركات تطليه بشمع أساس بخا تبخ الأقراص أوتوماتيكيا عندما تخرج من آلات الطباعة وتبخ مباشرة برذاذ من شمع الأساس وكذا يكون مطلي إذا كانت هذه ليست واضحة وليست كثيرة كمية الشمع هذه فالأفضل للنحال أن يسخن أو الشمع يذيب الشمع وفي وعاء وبفرشات أن يدهن هذا لكن لا يعمل طبقة كثيفة يجب أن تكون رقيقة والشمع على درجة حرارة 70 تقريبا مئوية إلى 75 درجة مئوية يكون إمكانية تمد وطل على الأساسات البلاستيكية بشكل ممتاز إذن لا يمكن استخدام أساس بلاستيكي دون طلاء بشمع النحل وإذا كان أدخلته دون أن تطليه أنت بشمع النحل وكان طلاؤه ضعيف من الشركة أو غير مطلي بعض الشركات تنتج غير مطلي وقد يكون هذا تستورد بعض الناس غير مطلي أرخص أو يكون مطلي أحيانا بشمع نحل نصف ونصف برافين أو شيء من هذا فيتجنب النحل لذلك كل هذه الأمور يمكن أن يتم التلاعب فيها أثناء تصنيع الأساس البلاستيكي نصيحتي أنا دائما استخدام هذا البلاستيك كأساس بلاستيكي الشمع بديل عن إذا لم يكن لدينا الإمكانية المالية وليس متوفر لدينا كالحال في المنحل كمية كافية من الشمع النقي كي أصنع الأساس الشمعي فيمكن أن أشتري هذا وهذه موجودة بالشكل كبير جدا هناك ملاحل لا تستخدم الأساس الشمعي بسبب غلاء وتستخدم الأساس البلاستيكي ولكن بالطريقة الدقيقة التي تكلمنا عنها تقريبا مناحل كبيرة تستخدم بشكل كثير جدا وحتى استخدامه يعني سهل أكثر من أساس الشمعي لأنه ليس هناك أسلاك ليس هناك تسليك والإطارات معدل لتستقبل تماما بحفر موجودة على في الأعلى والأسفل للإطار وهو ممتاز جدا أنا نصيحتي أن النحال عفوا استخدام الأساس الشمعي لا يعني أنني لا أنتج شمع نحل لا هذا عندما يصبح أسود وهذا يمكن أن يزال هذا الشمع بالعطلة من الأقراص هذه وهذه الأساسات البلاستيكية يمكن إعادة تدوير بنقحة لأنه وخصوصا إذا كانت في بيوت الحضنة قد مر فيها جلود إنسلا فهذه تبقى في قاع العين السداسية بالشكل كبير جدا وهي بلاستيكية تكون فيمكن نقحة مع محلول من الصابون أو من هذه المركبات 24 ساعة ثم بالفرشات يمكن أن تنظيف أي شيء ملتسق فيها هو صعب إلى حد ما وأنا جربت كثيرا هذا لكن يمكن استخدام الأساس الشمعي تعريض لحرارة زائدة يخرب الأساس الشمعي ويجعل يعطي روائح منفرة إلى حد ما هو مزعج أعود لنصيحتي أن أفضل أن يستخدم النحل الشمع الأساس الطبيعي في بيوت التربية يعني في الطابق الأول والطابق الثاني إذا كان يستخدم الطابق الثاني ويستخدم في العاسلات إذا كان يريد أن يعني اقتصاديا أن يخفض النفقات يستخدم الأساسات البلاستيكية التي تدوم لفترة طويلة أحيانا هذه الأساسات قد تدوم ست سبع ثماني سنوات تقريبا كعاسلات أما إذا أدخلت إلى بيوت التربية فجلو الإنسلاق ستكون كثيرة وهذه خلال سنوات سنتين أو حد أقصى ثلاث سنوات يجب تبديله تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله كيف تتم عملية غسل الأساسات البلاستيكية المستعملة والتي يبقى فيها بعد إزالة الشمع بالعتلة من هذه الأساسات تبقى الأساسات وفي أسفلها يكون في العيون السوداسية بداءات العيون السوداسية جلود انسلاخ اليراقات سابقا فهذه تحتاج إلى نقع بماء فاتر يعني بحدود 40 إلى 50 درجة مئوية عدة ساعة مع صابون أو أي نوع آخر من المنظفات لعدة ساعات أو 24 ساعة وبعدها نأتي بفرشة معدنية وننظف هذه الأقراص أو هذه الصفائح من الشمع البلاستيكي وهذه طبعا يمكن غسلها بالماء بدون صابون مرات عديدة حتى لا يبقى أي أثر للصابون أو أي أثر لجلود الانسلاخ في قاع هذه أو بداءات العون السوداسية هكذا يتم فلا يبقى صابون بعد غسله عدة مرات تنظيف عدة مرات بماء نقي ترجمة نانسي قنقر